يا رب وحد شملنا ولدي أربعة من الأبناء بداية أحب أن أذكر لكم أني عشت بينكم أكثر من ربع قرن نعم إنها ربع قرن من رحلة البحث عن الحقيقة ستون وعشرون سنة أفتش عن سعادة ضل قلبي طريقه إليها حيث تعودت في شبابي على روتين أشبه ما يكون بمتاهة ليس لها نهاية وما بين شلة السكر وتسكعات مرحلة الضياع إلى تخبطات الكنيسة وبين هذه وتلك كانت حياتي تسير في نفق مظلم لا أعرف أين نهايت لن أستطيع وصفة تلك اللحظات التي وطئت فيها قدماي أرض المطار في هذا البلد الكريم حينها ارتجت الأرجاء بنداء لم أعتد عليه لها بظني عندها أنه نداء وطني أو قومي أو تعليمات موجهة للمسافرين في المطار وعجبت عندما رأيت أعداد هائلة تصطف بطريقة عجيبة وكأن كل منهم مكتوب اسمه مكان وقوفي ومع ذلك المشهد العجيب الذي لم يكدر صفوه سوى سوء تعامل زملاء المسلمين معي وهنا أحمد الله أنني لم أتأثر بتلك التصرفات ولم تحفر بذاكرتي أي من الصور السلبية عن دين الإسلام استقريت في الطائف لكن يا للصعوبة التأقلم هنا حيث تختلف عادات أهل البلد فكان الروتيني هو من العمل إلى النوم ومن النوم إلى العمل وحياتي هي هي لم تتغير عن سابق تفاصيله فكرت مليا بحيث لما أنا بهذه التعاسة ولماذا حياتي أشبه بجحيم لا يطاق نعم لقد كان لدي كل المغريات من شرب وتدخين وماء لكنها كانت تزيد من توتري وتشعل نار الشقاء بداخلي فكانت تراودني تفاهات باطلة من أن الله ظلمني ولم يعدل في خلقه تعالى الله عن ذلك رغم كل هذا لم ينثني عزمي عن البحث عن شيء سيكون أغلى ما أملكه في حياتي مرت علي أوقات أقل ما توصف به أنها موحشة التفاصيل فحياة العملية تحولت لركام من أوقات المملة تتخللها أحيانا فترات من التفكير العميق والأسئلة الحائرة ما هذا الدين؟ كيف نشأ؟ وما مدى عظمته؟ وهل سيحقق لما عجز إله المسيح عن تحقيقه لي؟ وفي وسط شرودي الذهني قطع تفكيري صوت زميل لي في العمل وكأنه شخص حالتي وعرف دائي فبادرني بكتب عن دين الإسلام تحكي أحكامه وتعريف بسيط عنه وضعت الكتب جانبا حتى يتسنى لي قراءتها في البيت وهناك على فراش الوفير الذي لم يعد كما كان من قبل حيث لم تهنأ عيناي بنوم ولم أتلذذ براحة فيه أخذت أقرأ وأفكر علني أجد جواباً لما أنا فيه وبعد تلك الأحداث العصيبة واللحظات المريرة لن أبالغ إذا قلت أنني كنت على موعد مع القدر وكأن الأيام العجاف التي قضيتها قد آذنت بالرحيل وشعاع شمس التوحيد بدأت ألمحه في الأفق اتخذ القرار كان صعباً فمن عين جحيم حياتي السالفة لا يلبث أن يتشبث بطوق النجاح ليسافر بروحه إلى بساتين السعادة فها هي قدمي لتاني ضلت طريق الحق لربع قرن ماضي أبت هذه المرة إلا أن تسلك درب الفلاح وإستجيب قلبي للنداء الفطرة قررت بعدها التوجه للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجانيات بالطايف فوجدت حفاوة الاستقبال وحسن المعاملة حيث شرحت لمسؤول المكتب وضعي وما عانيته في حياتي وتكلم معي أيضاً الدعاة وشرحوا لي الإسلام شعرت بارتياح كبير لم أتردد في انضمامي لقافلة محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أشهد الله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أنه محمد رسول الله أشهد 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 وتركت أوصائي جول بها أشهد 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 لن أنسى ذلك المشهد الذي أعلنتم فيه الإسلام فدموعي لم تسعفني ومنظر المصلين وهم يهنئون الوافد الجليل لدين التوحيد لن يمحى أبداً من ذاكرتي للأبد سبحان الله وكأنما فرجت لي السماء وأسكب على رأسي ذلك الزلال البارد ينسي بعد طول الوحشات وقدوت قابي ضيق أنا أقول له اشتق وش مشاعرك الله يقول أنا بعد ما أسلمت أحس إن الله نزل عليه ماء بارد على رأسي روحانية لم أعشها من قبل فالطمأنينة ملأت قلبي والسعادة غمرت روحي فصلاتي كانت لي بلسما يشفي ما ألم بي من جروحي المعصية ويزيل عني ترسبات بعدي عن الله سبحانه وتعالى موسيقى 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 فهي الحياة وهي الروحانية وهي السعادة الأبدية تبدلت حياتي بعد هذا الحدث المهم في مسيرتي وكيف لا فهو دين الإسلام والدين الذي ارتضاه الله لعباده إنه دين العمل نعم هو كذلك ففي ميدانه الرحل أن أرضى بالراحة والدعاء يكفي ما عانيته في شريط حياة البال فم دقائق وكائثين كلما يتهم ما负ى يا رب فجعل في الصلاة حياتها دل المحتي يجزال مسل بالجنال وفي صلاة جنة يا ربي فاجعل في الصلاة حياة هذه أور أمتي يبسل وصلي بالدين إخواني أشكركم على موهر تموني إياه وقدمتموه لي من هداية دلالة وإرشاد لمعالم هذا الدين العظيم وأدعوكم لتحوث السير نحو آخرين غيري مما يتخبطون في ظلام الكفر ويتيهون في دروب الحياة منهم إخواني وأهلي هلوموا لندعوهم إلى عبادة الخالق ليسلكوا دروب النور والديار اللهم يتخبطون في ظلامه ويتيهون في ظلامه ويتيهون في ظلامه some of the great creator and to go through the path of life and glory the almighty god pray and bless our honorable prophet Muhammad and all his followers الله أكبر